بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين عقدت الحكومة يومه الأربعاء 15 شبان 1444 موافق 8 مارس 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصص للتدول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل الثاني والتسعون من الدستور وفي بداية أشغال المجلس الحكومي الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة وجه السيد رئيس الحكومة تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن على مصار مشرف على درب المناصفة بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتمكنها الاقتصادي وذلك بفضل التوجهات السديدة لجلالة الملك نصره الله والانخراط الفعلي لكل القوى الحية ببلادنا كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا منوها بمستوى تأنيت المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022 ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023 وأفاد السيد الرئيس أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مذكرا بإحذات الحكومة لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2016 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة حيث تسهر الحكومة من خلال هذه الخطة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية وبخصوص ملف التشغيل ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني رغم صعوبة الضرفية الحالية المطبوعة بأطار الأزامات المتتالية حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022 وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة ما بين 2015 و2019 والذي بلغ فقط 3.1% سنويا كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022 وهو مستوى يقترب كثيرا ورغم صعوبة الضرفية من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 كما أشار أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية ورغم تراجع النشاط الفلاحي انخفض معدل بطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية القطيط من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022 ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوض الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية توقع السيد رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال تشغيل من جهة والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023 وذكر السيد رئيس الحكومة بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حدود الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة خاصة منها برامج الأوراش العامة الصغرى والكبرى وفرصة التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين كما توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميتاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الشغل وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع القانون رقم 58-22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41-05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأس المال قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأس المال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأذاء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجد بمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأس المال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأس المال ذات قواعد تسيير مخففة مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تغيير مسترة منح الاعتماد وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف ولا سيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد أجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرسامي إترى ذلك تذاول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع القانون رقم 012 يتعلق بمكاتب المعلومات الاعتمانية أخدا بعيد الاعتبار الملاحظات التي تمت إطارتها قدمته أيضا سيدة نادي افتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الاعتمانية يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الاعتمان من تقييم أفضل لمخاطر اعتمان المقترضين المحتملين ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل وانتقى على مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع قانون تصفية رقم 11-23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021 قدمه السيد فوزي القجاع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويأتي مشروع قانون تصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021 لتتبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021 وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إتبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات تسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021 وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات المؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021 ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتنضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة وضبط الرصيد عفوا الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021 وواصل مجلس حكومة أشغله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جو 2036 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جو 05830 الصادر في 26 من رمضان 1427 19 أكتوبر 2006 بإحداث جائزة المغرب للكتاب قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ويأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم المرسوم رقم جو 05830 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب كما وقع تغييره وتتميمه وذلك بهدف تطوير هذه الجائزة المهمة التي تشكل موعدا تحتفل به الأوساط التقافية ومناسبة لتكريم الكتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم والرفع من قيمتها المادية للتشجيع على التنافس حولها والزيادة من اعتبارها وتعزيز إشعاعها لجعلها تقارن مع الجوائز المشابهة عربيا وقاريا إذن كان هذا نص البلاغ بلاغ